وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام فاكنوا منها وأطعموا البائش الفقير ثم ليقبوا تفثهم ولينفوا نذورا وليتقوا وفو بالبيت العتلي ذلك ومن يعوم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا رجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقتقوا الطير فتختفه الطير أو تهني به الريح من مكان سحيق ذلك ومن يعلم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجر مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من سكر يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسل وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما رصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون